أهلا بكم في مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 الوحدة التاسعة السلسلة الكهروكيميائية ومعادلة نيرنست ذكرنا أن أحد أهم أوجه الفائدة من السلسلة الكهروكيميائية هي تحديد تلقائية التفاعلات التي تجري داخل الخلية الكهروكيميائية وفي هذا الدرس سوف نشرح كيفية اختبار تلقائية التفاعلات التي تجري داخل الخلية الكهروكيميائية بدون حساب جهولها يجب أن نتبع عدة خطوات لمعرفة هل التفاعل الكيميائي تلقائية من غير تلقائية وتحديد الاتجاه التلقائي الخطوة الأولى نرتب أنصاف التفاعلات بنفس ترتيبها في السلسلة الكهروكيميائية أي النصف الذي له جهد اختزال أعلى يكتب أولا ثم يليه في الأسفل النصف الآخر الذي له جهد اختزال أقل مثلا في هذا المثال نرى أن النحاس مكتوب أولا لماذا؟ لأن جهد النحاس هو 34 من مية فولت بالموجب بينما الزينك في الأسفل لأنه جهد أقل من جهد اختزال النحاس اثنين إذن هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية المواد المتفاعلة في التفاعل التلقائي الكلي هي المتفاعلات في التفاعل الأول زايدا النواتج في التفاعل الثاني هذه هي المتفاعلات في التفاعل الكلي التلقائي يعني الزينك زايد أيون النحاس اثنين بينما النواتج في التفاعل الكلي التلقائي هي النواتج في التفاعل الأول زايدا المتفاعلات في التفاعل الثاني هذه هي النواتج في التفاعل الكل التلقائي يعني أيون الزينك 2 زايد فليز النحاس بهذا ينتهي الدرس ونرتقي في دروس لاحقة لشرح مقرر الكيميا الكهربية كم 233